الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فسواه وعدله وعلى كثير ممن خلق فضله وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصاب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا أما الكافرون واليهود والنصارى فأعددنا لهم سلاسل وأغلال وسعيرا يعذبون بأصناف العذاع ينادون ويلا ويدعون ثمورا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأكتبوا الآن خطبة مختصرة محذرة ومنذرة خاطبا لليهود الصيحون الإسرائيليين محذركم بالمحافظة شريكور وقرية لوضوبة أن أرض فلسطين هي أرض المؤمنين أن أرض فلسطين هي أرض المسلمين الله والله وهي أرض النبي الدين والشديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فيا أيها اليهود استمعوا استماعا جيدا نبي الله إبراهيم هاجر إلى أرض فلسطين نبي الله لود نجاه الله من العذاب بعد أن تركا قوما وهاجر إلى أرض فلسطين نبي الله داود عاش في أرض فلسطين وبنى محرابه في أرض فلسطين وأما عن ولده النبي الله سليمان فإنه قد حكم العالم بأكمله من أرض فلسطين والنملة التي تكلمت مع نبي الله سليمان كانت في قرية النمل في أرض فلسطين نبي الله زكريا بنى محرابه في أرض فلسطين فلذلك أكثر الأنبياء كانوا يسكنون في أرض فلسطين الله أكبر فيعيها الكافرون فيعيها اليهود اخرجوا من أرض فلسطين الله أكبر ليس فيها سلطنتكم ليس فيها سلطنتكم وفيها المسجد الأقصى الذي قدسه الله تعالى وبارك حوله ببركة قدمين بالجناء محمد إن شاء الله عليه وسلم ليلة المعرات فلذلك يجب على المؤمنين تحفظ حرمة بيت المقدس والتحفظ حرمة الجهاد وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخين ترهبون به عدو الله وعدوكم وفسره نبي الله محمد إن شاء الله عليه وسلم على إن القوة هي الرمي على إن القوة هي الرمي الله أكبر وقال النبي صادق المسجد صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي مذبعثني الله إلى يوم القيامة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين الله و الله جندباد جندباد إزرائيلر گلے گلے هر شبای کننا حضر رميش عقو تم زنائي تپری نائي ایک اروني عفوان یا اوستاذي شبای إزرائيلر گلے گلے جوتا مارو تلے تلے پردانو تی دیر آگوان نا راية تاکبیر نا راية تاکبیر قران سننار آلو ایک اروني عفوان ایک اروني عفوان امی ایمار بکتتا شروع کرده امی کشی قران سننار آلو اپنارا کشی انگی گره گره جالو اون گره گره جالائی تزای ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر